انا الاوان لعودة الروح للديبلوماسية التونسية يبدو هالنهارين اللي الديبلوماسية التونسية تحركت سواكنها ولو نسبيا وهنا نلاحظه في حركية معينة خاصة لدى رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية من حبش نحكي على الحركات المسمات اعتباطيا ديبلوماسية على غيران ما جاء في بيان حزب حركة النهضة اللي تحدثت الجمعة الفيتا على شبه مفهوم يسموها الديبلوماسية الحزبية فيما يتصل بزيارة سيلاج الغنوسي لعيس حركة النهضة لقطر مؤخرا في بلاد قطر لا فيها برلمان ولا فيها احزاب في حين انه الديبلوماسية شأن الدول ومش شأن الاحزاب وان كانت احزابا بطبيع وفي حين انه السياسة الخارجية والديبلوماسية زادة كمفاهيم تختلف اليوم رئيس الجمهورية يشارك في باريس في لقاء مهم يتصل بالعلاقات الاقتصادية الافريقية في زمن البنديمي بتاع الكوفيد ونتذكر ما قاله فرانك باريس الوزير المستشار لرئيس الفرنسي ماكرون اللي قال انه تونس مقدمتش مطلب الاستفادة من الصندوق المخصص للدول الفقيرة واللي ظرتها جائحة الكوفيد وقال جدا بل يطلب المعونة هذي يتملش جباليه اوتوماتيكيا انا الاوان وانه نعود نحويه ونبنيه الدبلوماسية والسياسة الخارجية التونسية على اسس جديدة او على الاقل الرجوع الى الثوابت القديمة يجب اولا وقبل كل شيء في المقام الاول الزيادة والتكسير من عدد الدبلوماسيين راهوا يا ناسونش معقول وانه عدد الدبلوماسيين لفرانسيس ولا الالمان في المباشرات امتاحهم ولا في القنصولات امتاحهم في تونس اليوم يفوق العدد الجملي للدبلوماسيين التونسة في العالم اجمع علما وانه عدد تمثيلياتنا الدبلوماسية اصفارات وقنصوليات مايفوتش الثمانين ومنهم من هو متكفل بتمثيل تونس في عديد الدول صبرة واحدة يلزم زيادة نعود ونحييو الادارات العامة الدبلوماسية الجهوية والقطاعية مع تبجير وتقوية التمثيليات التونسية في البلدان لمتعددة الاطراف هذا غرار نيويورك وفينا وباريز وروما وبريكسيل والقاهرة وأثيوبيا وغيرهم يعني أديس أبابا وغيرهم يلجب من جهة اخرى اعادة بناء الاكاديمية الدبلوماسية قلبا وقالبا ورجوع إلى ثوابة الدبلوماسية والسياسة الخارجية التونسية لا شرقية ولا غربية بل تونسية على أساس الكفاءة والنجاعة والجدوى والتألق والريادة احنا اليوم من أقل الدول الافريقية تمثيلية في القارة الافريقية ذاتها واليوم اللي قولوا احنا وراء بلدان في هذا المجال كما الجزائر ومصر والمغرب واثيوبيا وحتى الصين وتركيا البلاد اللي اعطيت اسمها افريقية للقارة الافريقية أقل البلدان وجودا وتفاعلا وتبادل ودينماكية مع القارة امتعنا بالذات فبحيث دارنا جارب لباب ولا حياته لمن توندي وأخيرا ليس آخرا يلجم ابعاد عن الدبلوماسية وأبعاد الدبلوماسية على الأحزاب السياسية وعلى السياسيين والإطارات المكسرين في مجالاتهم واللي انتبق عليهم القول كان جفالح روم البالح الدبلوماسية شأن الدبلوماسيين المحترفين أولا وآخرا وميز مناش نساو كذلك الاعتلاع بالجالية بالخارج واللي هما تقريبا مليوني تونسي واللي اللجمو نعتبروهم من وجهة نظر معينة أمباشادوريت تونس في العالم قاتبة لا تكسحة صوفين بن فرحات كيف فتتكم شوفين بالنسبة لليوم تنجم متعودة تفرزوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تباتنا كل عادة على راديومايد وإلا باش بارليمج برايم تايم باي راديومايد لطيف بوش نيق سينما رجعين معكم في البرايم تايم موسيقى موسيقى